والآن مع كلمة معالي وزير الشباب ورياضة دكتور أشرف صبحي فليتفضل بسم الله أحمر رحيم طبعا بأشرف اليوم بمزاملة زميلتي معالي وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكلاني الحقيقة أننا نكون موجودين النهاردة في هذا الحدث العالمي والحقيقة يعني ما حكي اختيار الاسلوجن أو الشعار كنت بقوله السيد عمر يعني اختيار عبقاري جدا العالم عالمين الحقيقة كل العالم موجود وهيبصل هذا المكان يعني من الحرب العالمية الثانية 1942 يعني العالم كان في العالمين بس كان بطريقة مش للتنمية احنا موجودين دلوقتي العالم في العالمين للتنمية والنماء والتطوير احنا جمهورية جديدة جمهورية جديدة ارسل قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من يومين كنا في العاصمة الجديدة العاصمة الجديدة في ابهار يعني للعالم احنا انبهرنا يعني واحنا موجودين وحفظ رعاية لتطوير الدوري المصر الحقيقة مع المتحدة الشريك الاستراتيجي في حاجات كتير جدا لوزارة الشباب والرياضة وكل الشكر والتقديل لها لكن في الحقيقة يمكن انا قلت مكتبنا في العاصمة الادارية في الحياة الحكومة جنب ساحة مصر فقبل منزل بلحظات شفت التلفزيون على الحقيقة فالاول كنت بعتقدني دي حاجة برا مصر الاول الفيرست اميج كده وبعدين ايه ده هو ده اللي جنبنا ده فكان حاجة عظيمة جدا يعني حياة لما كنا موجودين وبنقول ان جزء من الجمهورية الجديدة والتطوير احنا النهاردة بنكرر ده وبنقول لنفسنا بصيقة كبيرة جدا وبننقل للعالم من خلال احداثنا المتنوعة واحنا في العالمين كل ما بنسافر مكان في الحياة في كل مكان سيامة يعني في اشقائنا الدول العربية يتكلموا على العالمين والتواجد فيها والعالمين هي مش علامين بس احنا بنكلم على امتداد يعني النورس كوست او الساحل الشمالي حتى مرسى مطروح الحقيقة نهضة كبيرة جدا بيسعد وزارة الشباب والرياضة مشاركة مع وزارة الثقافة المصرية ان احنا نشارك مع كل قطعات اللي تم ذكرها في بداية هذا المهرجان المهرجان اللي هيكون كل الناس فيه كلنا هنشارك فيه هنشارك بوطنية وبمحبة علشان من خلال احداثنا نعمل سيتي ماركتنج نعمل سيتي ماركتنج تسويق بشكل كبير جدا يمكن علشان الناس تعرف وتشوف من خلال فعالياتنا الرياضية يمكن اللي ذكرها يعني السيد احمد ماهر والسيد احمد ماهر في كلامه احنا مشاركين بحجم كبير جدا من الانشطة والاحداث الرياضية المنظمة اللي بشترك فيها شباب مصر من الرياضة الحياة في الجمهورية الجديدة شاهدنا طفرة كبيرة جدا في كل حاجة مصر في جمهورية جديدة من 2018 يعني فترة زمنية ل2023 تخيلوا ان احنا استضفنا اكتر عدد على مستوى العالم من البطولات على ارض مصر 320 بطولة عالمية وافريقية وعربية على ارض مصر احنا كمان حصلنا على اكبر رقم من المادليات في قطاع البطولة تخطينا ل2400 مادليا عالمية وافريقية من الشباب المصري شباب الجمهورية الجديدة الحية ودي كلها أرقام مش قليلة كمان في قطاع الشبابي وقطاع الطلايع أكتر من 1111 برنامج فيما يربو على 6 مليون مشاركة شبابية مشاركة في قطاع طلاقع قطاع طلاقع الناش اللي أقل الحية من 17 سنة وأرقام تانية تخطط 81 مليون مشاركة في قطاعات الشبابية حتى 40 سنة الحية ودي كلها أرقام بتمثل الجمهورية الجديدة اللي احنا في أحد قطاعاتها حاليا في العالمين في هذا المهرجان لتدشين يعني من خلال المؤتمر الصحفي مشاركة مع المتحدة وكل قطاعات والشركات اللي بنشكرها الشركات الوطنية اللي موجودة أكيد احنا هنشارك بكل جهد وزارة الشباب والرياضة ان احنا ننجح مثل هذه المهرجانات والأحداث والفعاليات الرياضية وإحنا بنسميها نون أوفيشل أجندة أو الأحداث والفعاليات الرياضية اللي مش مرتبطة به أجندة مصابقات الاتحادات بصفة رسمية لكن احنا عندنا حجم كبير جدا من الفعاليات الدولية اللي قدرنا النظامة في الفترة الأخيرة مشاركة مع وزارة الشباب والرياضة أنا بأهني كل المصريين وبنهني أنفسنا الحقيقة في بداية هذا التدشين وهذا العمل الكبير جدا وأتمنى السعادة وأتمنى المشاركة لكل الموجودين وكامل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا